ونقول بقى الدروس كده نخرجنا بأكبر دروس مستفادة وبإذن اللي جاي يكون حلو بقى في تغيير فكرة خريطة كرت القدم في العالم يعني خصوصا عندنا تعالوا بقى نتكلم شوية محليا نتمنى ان يبقى فيه تغيير بشكل كبير كمان داخليا وده ملف حيتول الشرح فيه حيتول الكلام فيه وطبع الناس كتيرا مبارح بعد برضو المباراة وبعد انتهاء المونديال قال لك بقى احنا هنرجع للدوري المصري والقرى المحلية وعادوا يتتريقوا حاجات زي كده بص أنا معاك يعني أنا مع الناس جدا تكلمت بهذه الطريقة لكن في نفس الوقت انا ما بحبش جلد الزيت قوي يعني طبعا فيه فرق شاسع بين الكرة اللي احنا شفناها في المونديال والكرة المحلية 100% لا نختلف احنا بالعكس متفقين لكن ما بحبش برضو ان احنا نطلع ونقعد نتتريق على نفسين ما خلي بالحضرات كنتم تتتريقوا على الكرة المصرية مثلا هتكلم عن الكرة المصرية المهم تتريق على نفسنا وانا محبش تتريق على نفسي اكيدا عندي مشاكل اكيد فيه فرق كبير جدا اكيد حتى الملاعب مش افضل حاجة فيه فرق في حاجات كتيرة جدا لكن في نفس الوقت اللازع او النقد اللازع ده ما هو ده بيوصل للعيبة تم دير روح نفسها المعنوية اللي عندهم بتقل حتى لو الراجل او اللاعب اللي موجود في اي نايدن كان في المنتخب المصري عنده شوية احساس ان هو نفسه يبقى زي الناس اللي هو بيتفرج عليهم دول او نفسه ينافس بها ده الشكل اتحمس جدا بعد منتخب المغرب والانجاز اللي حصل قالك انا كمان نفسي منتخب بلادي يعني احقق ده نفسي احقق ده مع منتخب بلادي خلي بالحضراتكم المقارنات دايما تبقى موجودة المقارنات في اي مجال في العالم دايما تبقى موجودة بين محلي وعالمي ده لازم تعمله اي شخص طموح لازم بيعمل كده فبلاش ان احنا نقعد برضو ننتقد ونتاري اه طبعا فيه فرق نقول ان احنا نفسينا نبقى في المستوى ده نقول ان احنا بعد كذا سنة بالشغل من دلوقتي ممكن نبقى في المستوى ده هي مش بعيدة بس هي عايز شغل وعايز شغل كتير جدا فحنتكلم في هذا الملف وتطوير طبعا للكرة المصرية لانها محتاجة كلام كتير جدا بس خلينا دلوقتي في المونديال خلينا نروح للغة الارقام كمان بحب لغة الارقام جدا زي ما قلنا المنتخب الارجنتيني بكده يعني نقدر نقول في التتويج بلقب كاس العالم للمرة الثالثة في طريقه وهو طوك طبعا بس ده كان من فترة مع المونديال بعد غياب 36 عام لان النسخة كانت 86 كانت 86 في المكسيك وكمان طوك بيها في 78 يعني طبعا لا سنين بعيدة سنين بعيدة قوي كل السنين دي ما قدرتش الارجنتينية تحصل على كاس العالم يعني رغم كل الاسماء اللي بتبقى عندها رغم التاريخ اللي عندها بس دايما بتقلك برضو الارجنتين منتخب النجم الاوحد هي دايما بتقلك على الارجنتين كده فربما ده كان السبب ما عرفش يعني محدش عارف بس الارجنتين بصراحة انبارح تستحق اللقاء خلينا نقولها على كل حال نقدر كمان نقول نسخة مونديال قطر 22 تحديدا لو هنتكلم عنها هي حطمت الرقم القياسي التهديفي ده بقى بلغة الارقام كنت زي ما كنت بتكلم طيب ليه انت عندك 172 هدف تحديدا بعد ما تخطت نسخة 98 و2014 اللي كانوا برصيد 171 هدف فانت بعدي بهدف طيب نسخة كمان كاس العالم 22 تتكلم هي النسخة التالتة اللي بتحسم الفوز برقالات الترجيح ده كانت حصلت في 94 لو حضرتك فاكرين اللي كانت في امريكا وبعد فوز البرازيل على ايطاليا كانت بنتيجة 3-2 بعد التعادل السلبي 2006 كان لو انا مش غلطانا لصالح ايطاليا على حساب فرنسا كانت بنتيجة تقريبا 5-3 كانت بعد التعادل الإيجابي كان واحد واحد فانت عندك برضو حاجات او ريكورد جديدة انت بتحققها فالمونديال ده بجد مونديال استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى